موسيقى الصدارة نتابع المقدمة والمركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا المقدمة والمركز الاول موسيقى شاهينية على الصدارة وعلى المركز الاول من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمة المنصوري من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الاول المركز الثاني تاتينا الشاهينية منهجنا العاصفة والثالثة الشاهينية أيضا منهجنا العاصفة بقيادة غياث الهلالي بينما المركز الرابع والمنطلق على رابع المراكز في هذه اللحظات الرابع تاتينا هنا منهجنا الرئاسة بقيادة المضمر من أحمد بن مطر بن مايد الخيلي منطلق بتحدي بالإثارة على المركز الرابع وفي المركز الخامس تاتينا هناك هدف في المركز الخامس منهجنا الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمى المنصوري ووصلت هنا وجود منهجنا الرئاسة من أحمد بن مطر بن مايد لخيلي وهناك القادمة هنا مصيحة منهجنا الرئاسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بالسمى المنصوري وكذلك هنا الوجود من الشاهينية في هذه اللحظات أو مطفية هنا الانطلاقات إذن منهجنا الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمى المنصوري هنا أيضا بهذه الانطلاقات وهناك في هذا الأداء المميز الجميل بينما المركز التاسع والقادمة على تاسع المراكز من حاجل اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد وهم لولا عاشرا هقنا الرئاسة بقيادة الضافر علي بن يميل لوهيبي موسيقى 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 ومن الجانب الآخر تأتينا هنا الشاهينية وهنا وصلت في هذه اللحظات هدف هقنا الرئاسة مع راشد بن محمد بالسمة المنصوري وعلى المركز السابع تأتينا في هذه الانطلاقة من حاشة لسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هنا بهذه الانطلاقة الجميلة بينما الحذرة المنطلقة هنا بهذه الانطلاقات والتحديات على المركز الثامن من هقنا الرئاسة بقيادة المضمر احمد بن مطر بن مايد لخيلي ومصيحة من الجانب الآخر تأتينا على تاسع المراكز هنا من هقنا الرئاسة مع ايضا المضمر السيد راشد بن محمد بالسمة المنصوري والمركز العاشر الوثبة ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابعها عبيد بن شلان المري هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة نعود بعد العشرة المراكز وغادرنا منتصف المسافة نعود الى الصدارة نعود الى غاية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول غاية منطلقة بصدارة هذا الشوطة هنا من هقنا الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمة المنصوري تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني الشاهينية والثالث كذلك الشاهينية منطلقات بالتحدي منطلقات بالإثارة هنا هقنا العاصفة مع غياث الهلالي هنا على المركزين الثاني والثالث من حاشة في المركز الرابع من حاشة من تاتينا على المركز الرابع هنا من سمو الشيخ رأس سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد في تضميرها من تنطلق على المركز الرابع المركز الخامس وجود ومن الجانب الآخر الشاهينية من هقنا الرئاسة هناك أرى تضميرها هنا راشد بن محمد بالسمة المنصوري والقادمة القادمة في هذه التحديات هنا أيضا تاتينا هدف ومصيحة لها أيضا من هقنا الرئاسة بقيادة المضمن راشد بن محمد بالسمة المنصوري هنا في هذه الانطلاقات والتحديات تاسع مراقزنا الوثبة في المركز التاسع الوثبة لسمو الشيخ عمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع بيج بن شلان المري والمركز العاشر الحذرة من هقنا الرئاسة مع أحمد بن مطر بن مايد لخيلي في التضمير هذه هي النتيجة ها هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة الجميلة مشاهدين ومتابعين الكرام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هو غاية غاية مع المنعطة في الأخير مع شوط الختام غاية المنطلقة بالصدارة المنطلقة بالمقدمة هنا لهقنا الرئاسة تليها الشهينية هقنا الرئاسة أيضا قادمة بهذه التحديات وراشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير الشهينية من الجانب الآخر من هقنا العاصفة بقيادة غياث الهلالي وصلت مصيحة وصلت مصيحة هنا هذا الأداء الجميل من هقنا الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير يا سلام هنا هنا من حاشة القادمة من حاشة القادمة في هذه اللحظات من حاشة من حاشة منطلقة بالتحدي وبالإثارة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابعها في التضمير خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية يتابع من حاشة على المركز الثالث المركز الرابع شاهينية هقن العاصفة مع غياث الهلالي وتأتينا على المركز الخامس الوثبة لسمو الشيخ عمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابعها في التضمير هنا والمتابعة بهذا الأداء المميز الجميل عبيد بن شلان المري ها هي التحديات ها هي إذن المتابعة ها هي الإثارة هنا على أرضية هذا الميدان مع شوط الختام شوط الختام لمن الفوز لمن الناموس هنا الرئاسة وهينها هنا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع مقدمة مع الشهينية منطلقة على صدارة المركز الثاني المركز الثاني تاتينا هنا أم صيحة على المركز الثاني هجنا الرئاسة الراشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابعها في هذه التحديات والإثارة الجميلة المركز الثالث القادمة هنا الوثبة الوثبة على المركز الثالث والشيخ عمدان بالراشد بن سعد المكتوم مع العبد عبيد بن شلان المري يلا يا العمدة يلا يا عمدة المضمرين الله الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير الشهينية انطلقت بصدارة انطلقت بالمقدمة بالمركز الأول فدارة هذا الشوط الشاهينية هجن الرئاسة الراشد بن محمد بالسم المنصوري يتابعها على صدارة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاقات صاحبة الكاسي في العام الماضي في سن الثناية على ارضية ميدان عاصمة الميادين هناك ميدان الوثبة ها هي الشاهينية تشاهدونها وايضا وهناك مصيح خلف صاحبة جائزة خنجر جائزة زايد الكبرى في سن الثناية في العام الماضي هنا يشارك وظهورها الاول المميز على ارضية هذا الميدان للثمانية كيلو مترات ها هي الشاهينية هنا صاحبة الانجازات العديدة صاحبة السجل الحافل هنا في موقعها الصحيح في موقعها المعتاد عليها ها هي الشاهينية لهجن الرئاسة هنا مع المستحيل راشد بن محمد بالسمة المنصوري قدمها بالفوز قدمها بالناموس تهانينا لمؤسسة هجن الرئاسة تهانينا ايضا لداعم هذه المؤسسة المتميزة وهذا الشعار من افتتح امصية هذا الصباق وها هو يختم هذه الامصية تهانينا لهذه المؤسسة العريقة على فوز الشاهينية بالمركز الاول هو مصيحة في المركز الثاني بينما المركز ثالث الوثبة لسمو الشيق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم انما المركز الرابع انتظار المركز الرابع وصلت الحذرة على المركز الرابع لهجن الرئاسة والمركز الخامس الشاهينية او اوصاف من وصلت على المركز الخامس لسمو الشيق مكتوم بن محمد بن راهب سعيد المكتوم والمركز السادس اتتنا هنا هملون بهذا الانطلاق الجميل هذه هي الانطلاقات هي التحديات هنا اوصف براغة لسمو الشيق حمدان بن راهب سعيد المكتوم سادسا نعود الى التوقيت الزمني نعود الى التوقيت هنا والتوقيت الافضل لثناثة دقيقة ثلاثة واربعين ثانية جزئين من الثانية توقيت الشاهينية هجن الرئاسة هانين الراهد بن محمد بالسم المنصوري من حملت قأس ايضا في رصيدها وسجلها الحافل الجميل المركز الثاني اتتنا مصيحة في المركز الثاني ايضا في سجلها خنجر متميزة ثناثة دقيقة ستة واربعين ثانية سبع من الاغزامين الثانية لهجن الرئاسة تهانينا راهد بن محمد بن سم المنصوري بينما المركز الثالث وصلت الوثباس ومشيخ عمدان بن راهد بن سعد المكتوم مع العمد عبيد بن شيلان المري بـ 12 دقيقة 51 ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية تهانينا والنموس وإلى ملخص سباق هذا المساء اشتركوا في القناة